إذن يا ميس هون الستين حللناها إلى ماذا عشرين ضرب ثلاث هون يا أبطال دي أسأل حال السؤال هل في عددين بضربهم ببعض غير الثلاث ضرب واحد بعطوني ثلاث أكيد لا إذن يا أبطال الثلاث لا يمكن أنه أفتح منها فروع صح ولا لا؟ طيب يا ميس تعالوا نشوف العشرين هل العشرين بقدر أفتح منها فروع وأبسطها كمان لضرب عدد بعدد تعالوا نشوف هل في عددين لو أضربهم ببعض بعطوني عشرين؟ تعالوا نشوف الخمسة والأربعة عندي يا ميس هون خمسة وهون أربعة بدي أشوف هلأ الخمسة لحال والأربعة لحال بدي أحكي هل في عددين لو أضربهم ببعض بعطوني خمسة غير الخمسة ضرب واحد؟ أكيد لا يا ميس إذن الخمسة هيك وصلت إلى مرحلة ما بقدر إني أفتح منها فروع وما بقدر إني أكتبها على صورة عددين ناتجين من فرعين إذن يا أبطال هلأ بدينا روح نشوف الأربعة هل الأربعة نتجت من ضرب عددين؟ غير الأربعة ضرب واحد؟ نعم تنين بتنين إذن بعمل من عندها فرعين وبكتب هون تنين وهون تنين تمامي أبطال؟ هل التنين تتبسط كمان؟ هل التنين بقدر إني أعمل منها فروع؟ يعني هل في عندي عددين؟ لو أضربهم ببعض غير التنين ضرب واحد بيعطوني الناتج تنين؟ أكيد لا يا ميس ما في غير اتنين ضرب واحد بيعطوني تنين صح؟ إذن هون أنا وصلت إلى نهاية التحليل باستخدام طريقة الشجرة للعدد ستين تمام يا أبطال؟ إذن يا ميس إذا بدي أكتب العدد ستين كيف بقدر إني أكتبه؟ تعالوا نشوف كيف بدي أكتبه بحكي يا أبطال ستين ماذا تساوي؟ باخد نهايات الشجرة شوفوا كيف؟ النهاية من كل فرع من كل فرع باخد النهايات وبضربهم ببعض تمام يا أبطال؟ شوفوا كيف اتنين أكيد من مرة مكررة؟ مرتين أحسنتم بنحكي اتنين ضرب اتنين نعمل إشهر الضرب شو عندي غير اتنين والتنين؟ عندي الثلاث فنكتب الثلاث وبنعمل إشهر الضرب شو عندي هون؟ الخمسة تمام يا أبطال؟ طيب يا ميس هلأ تعالوا نحلل أنا وياكم ها بعض الخمسة شوفي عندي عددين لو ضربتهم ببعض يعطوني العدد خمسة شو عندي يا أبطال؟ عندي الخمسة والواحد هل في غيرهم؟ لا صح يا ميس طيب بما أنه يا أبطال ما في عندي عددين يعطوني خمسة غير الخمسة والواحد؟ إذا شو بحكان العدد خمسة؟ اللي موجود هون بسميه عدد أولي شو بسميه؟ عدد أولي إذن يسمى عدد أولي خامس العدد خمسة شو بسميه يا أبطال؟ عدد أولي ليش عدد أولي؟ لأنه ما في عددين أضربهم ببعض يعطيني خمسة غير من؟ غير الخمسة والواحد صح يا أبطال؟ طيب يا ميس تعالوا نشوف السبعة السبعة اللي شو بقدر أحللها؟ هل في عندي عددين أضربهم ببعض يعطوني سبعة؟ نعم في السبعة والواحد طيب هاي السبعة وهي الواحد هل في غيرهم؟ لا إذن السبعة ماذا يصنف؟ هل هو عدد أولي أو عدد مش أولي؟ هو عدد أولي ليه؟ لأنه ما في عددين أضربهم ببعض يعطوني سبعة إلا السبعة ضرب واحد إذن شو بسمي السبعة؟ عدد أولي تمام يا أبطال؟ هكسنا عارفين شو هو العدد الأول يا حلوين؟ يام طيب يا ميس خلينا نشوف الـ 11 الـ 11 أيضا يا أبطال هي عبارة عن شو؟ شو عبارة عن 11 ضرب واحد؟ تراجعوا جدول الضرب؟ قد ما بدكم ما في عندي عددين أضربهم ببعض يعطوني 11 غير الـ 11 والواحد صح ولا لا يا ميس؟ صح ولا يا خامس؟ إذن الـ 11 يا ميس شو بسميها؟ هل هي عدد أولي؟ أو ليست عدد أولي؟ هي عدد أولي أحسنتم يا أبطال يلا يا ميس هلأ يا ميس هون عند المية وعشرين تعالوا أحللها أنا وإياكم هلأ يا ميس المية وعشرين عشان أحللها بدا روح أشوف عددين وضربتهم ببعض شو بميعطوني 120 هلأ يمكن يا ميس تحسوا إن العدد كبير صح؟ فمشان هيك بدي أعطيكم طريقة كتير سهلة شايفين الصفر هاد؟ تعالوا نحطه في أحد الأطراف وأتعامل زيكي إن الصفر مش موجود تمام؟ وأحكي 12 شو في عندي عددين لو ضربتهم ببعض بعطني 12 2 ضرب 6 أحسنتم تعالوا هون هاد الـ 60 وهون بدي أكتب الـ 2 هل الـ 2 طبعا هلأ نحلل الـ 2 نحلل الـ 60 والـ 60 إحنا حللناها هون شايفين تحليلها؟ طيب هلأ هون يا ميس لأسأل حالي سؤال هل في عددين أضربهم ببعض غير الثنين ضرب واحد؟ يعطني الناتج الثنين؟ أكيد يا ميس ما فيه تمام يا أبطال؟ فبالتالي الثنين خلص ما فيه إلى تحليل بدي أروح بدي أتركها زي ما هي واروح أحلل عين الـ 60 الـ 60 يا أبطال حللناها ولكن أيضا راح أرجع عيد تحليلها ما فيه مشكلة الـ 60 شوفي عندي عددين؟ حاصل ضربهم 60 حبي أخذ أنا الثلاثين ضرب ثنين هون أخذناها على ثلاثة ضرب عشرين هون بديها ثلاثين ضرب ثنين خلنا نحللها تحليل مختلف ما فيه مشكلة وهون هذا الشيء مش خطأ أنا تقصدت أني أكتب التحليل بهذه الطريقة لماذا؟ لحتى نعرف لو حكينا الـ 60 يا برا عن ثلاثين ضرب اثنين أو عشرين ضرب ثلاث الناتج يبقى كما هو الناتج النهائي للتحليل وهلا بتشوفوا يا خامس ركزوا ما يكتير يا ميس هلا هون يا ميس الـ 60 هاي هل فيه عددين؟ أضربهم ببعض غير الـ 2 لارب واحد يعطني الناتج 2؟ أكيد لا إذا التنين هيك واصل للمرحلة النهائية ما فيه لها كمان فروع ما رح أحللها كمان تعالوا نشوف الثلاثين هل فيه عندي عددين أضربهم ببعض يعطني الناتج ثلاثين؟ جواب نعم تعالوا ناخد أبسط هذه الأعداد وهي الثلاثة ضرب عشرة صح يا أبطال؟ بدي أبلش عندي الثلاثة بدي أحكي هل فيه يا ميس عدد أضربوا أو عددين عفوا أضربهم ببعض يعطيني ثلاث بس غير الثلاثة ضربوا واحد؟ أكيد لا صح؟ إذا التلاثة خلص ما فيه لها تحليل أكتر من هيك فبنروح بنحلل العشرة بسأل نفسي نفسي السؤال هل فيه عددين لو ضربتهم ببعض يعطيني عشرة؟ غير الثلاثة